هناك عدة محاور، المحور الأول هو المحور الإجرائي حيث بتوجيهات من قبل السيد المعالي بتخصيص دوائر ذات العلاقة بأن تكون هناك تحقيق بهذه الجريمة وتكون مختصة بالنظر بهذه الجريمة مثل مديرية مكافحة الإجرام بالنظر بهذه الجرائم وعندنا الشرطة المجتمعية وأيضا الأمن الوطني كل هذه المفاصل تعمل على معالجة هذه الظاهرة وأيضا إدخال العناصر التحقيقية بدورات مكثفة وفنية أيضا لغرض معرفة وأيضا التوصل بالطرق الفنية إلى الفاعلين وأيضا هناك إجراءات تسهيلية أيضا بعرض الخطوط الساخنة اللي هي 533 لمديرية مكافحة الإجرام وأيضا 179 للأمن الوطني وال497 للشرطة المجتمعية سحلت هذه الإجراءات لأن هذه الجريمة هي جريمة يعتمد فيها الجاني على أسلوب مختص وأسلوب يعتمد على الطرق الملتوية وخصوصا في المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر